قيفة ردع ساحة المواجهة الأولى مع الإنقلابيين ها هي تعود مجدداً للسير على خط الضفر والنصر فخلال الساعة الماضية تمكن الجيش الوطني والمقاومة من تحرير معسكر مهم للإنقلابيين في حمة لقاح التابعة لمديرية القريشية في قيفة ردع محافظة البيضاء المعركة كانت عنيفة وأظهر خلالها الجيش والمقاومة شجاعة واستبسالاً لذا جاءت النتائج شديدة الوطأ والهزيمة مرة ودموية على الإنقلابيين مع سقوط نحو ثلاثين قتيلاً منهم بينهم قياديون في ميليشيا الحوثي أبرزهم أبو حيدر وجمال الديلمي ومحمد الشريف وفقاً لمصادر محلية كما تم استهداف رتل من الإمدادات التي استقدمها الإنقلابيون إلى المنطقة المعركة تمددت من حمة لقاح إلى مشارف الزوب حيث استطاع المقاومون إحرق تقمين مسلحين الأول بين الزوب وصرار الجشم والثاني بين المناسح وخفزة وسط احتشاد كبير من جانب سكان هذه المناطق لإسناد الجيش والمقاومة في مهمة التحرير تحول مهم في طبيعة المواجهات في هذه المنطقة حيث يمسك الجيش الوطني والمقاومة بزمام مبادرة منتقلاً إلى وضعية الهجوم فيما تحول الانقلابيون إلى وضعية الدفاع أمر يرى المراقبون أنه قد يسرع من تقدم الجيش والمقاومة باتجاه مدينة رداع وحسم المواجهة في واحدة من أقدم الجبهات سخونة في تاريخ الحرب الأهلية التي أعلنها الانقلابيون على اليمن ترجمة نانسي قنقر